تخوفات كبيرة طفت للسطح من موضوع نقل السلاح الكيميائي السوري غذتها هذه المرة تقارير اعلامية جديدة تتحدث عن الاسلحة الكيميائية السورية صحيفة لوفيقر الفرنسية قالت ان النظام السوري يمتلك اربعة مصانع للمواد الكيميائية توجد في العاصمة الدمشق وحلب وحمى وبانها تحت حراسة مشددة من ضباط استخبارات قوات الجو السورية اهم هذه الاسلحة والمواد الكيميائية التي تضيف مصادر بانها وصلتها من ايران وروسيا بالخصوص تتمثل اساسا في ثلاث مواد تعتبر الاكثر خطرا في العالم وهي غاز الخرد للفتاك غاز السارين وغاز الاعصاب او الفي ايكس غاز الخرد للفتاك هو سائل ينتج بخارا خطرا جدا ويسبب حروقا وتقرحا في الجلد ويصيب مباشرة الجهاز التنفسي وهو مسبب لسرطان والتغيرات الورثية اما غاز السارين فيمكن ان يكون على شكل سائل او بخار لا لون له استعماله يؤدي لعدة اعراض فورية تنتهي بصعوبة في التنفس وبعدها الموت مباشرة اما مادة غاز الاعصاب او الفي ايكس فتعتبر من بين اكثر المواد السامة التي تم انتاجها لغاية الان مادة الفي ايكس المتنقلة في الهواء يمكنها قتل الاشخاص في مدة عشر دقائق فقط الى جانب هذه المواد الكيميائية اضافت صحيفة الفيجارو ان سوريا تمتلك رؤوس صواريخ روسية وصينية وكورية شمالية قادرة على حمل هذه المواد الى مساحة دائرة تتجاوز 3000 كم التقرير اضاف بان سوريا تمتلك كذلك صواريخ ام ستمائة وصواريخ سكود واس اس واحد وعشرين القادرة على حمل هذه الاسلحة الكيميائية التي باتت خوف من انتشارها يزداد يوما بعد يوم امين حميدي العربية